حلول للمشاكل المتأزمة أم هروب من الفشل الأمني؟ سؤال يبدو مطروحا بقوة على طاولة السلطة المحلية بتعز ماذا تريد هذه السلطة؟ وهل حقا لديها حلول حقيقية؟ وهل تبخرت كما يقول مراقبون وعود التحرير إلى مجرد لجان؟ اجتماع لراس السلطة المحلية بتعز المحافظ أمين محمود بالعديد من القيادات العسكرية لمناقشة السب لحل الأزمات المتفاقمة في المحافظة أفضل اجتماع إلى تشكيل ثلاث لجان لما سمي في محظر الاجتماع باستكمال عملية التحرير تحرير تعز من ميليشيا الحوثي تقضي مهام اللجنة العسكرية بتجهيز الألوية العسكرية وتنحصر مهام اللجنة الإشرافية بالتحضير لعملية التحرير فيما تتولى اللجنة الثالثة مهمة الإسناد الشعبي لمساندة الجيش في عملية التحرير القادمة أتى تشكيل اللجان بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على وعود التحرير الوعود التي رافقت عملية صعود أمين محمود لمنصب السلطة المحلية المعين في ديسمبر من العام الماضي وفق متابعين فإن تعز شهدت في عهد المحافظ الجديد المزيد من الإنفلات الأمني والاغتيالات واضحت اللجنة الأمنية التي يترأسها المحافظ جزءا من المشكلة بدل أن تكون جزءا من الحل لكن هل ذهاب المحافظ من جديد نحو عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي يأتي هذه المرة ضمن خطة حقيقية للتحرير مدعومة من التحالف والشرعية أم أن الأمر برمته مجرد هروب من عدم القدرة على حل الأزمات الأمنية داخل المدينة مجرد هروب من عدم القدرة على حل الأزمات الأمنية أم أن الأمر برمته